سنة طويلة جدا جدا استطاع النادي الأهلي أن يفوز بكل شيء في هذا الموسم حتى الآن أي بطولة الحمد لله دخلناها في معادة كاس العالم طبعا اللي وعد كولر أنه يعمل على أنه يبذل فيها أقصى مجود خلال الفترة اللي جاي خمس بطولات خدت الخمس بطولات خلاص أنت في نهاية هذا الموسم مباراة الداخلية النهاردة بعد الفوز على الداخلية قدامك مباراة المصري أعتقد كمان أربعة يام يوم الخميس يوم الخميس القادم بعد كده تاخد الأجازة موسم طويل جدا جدا تقييمك للموسم قبل ما اتكلم عن مباراة الداخلية بصة كابتا النادي الأهلي السنة دي يعني لو رجعنا سنة الوراء بصدر كولر جي اشتغل عمل فترة اعداد على أعلى مستوى أولا كان قرار مميز جدا لكابتا محمود الخطيب وأعضاء مكس دارة ولجنة الكورة خدوا قرار ليرايحوا اللعبة كتيرة جدا من الموسم اللي فات اللعبة الأساسية خدوا عشر طيابة وخمشر يوم اللعبة بقت زهنيا عارفوا يرتاحوا يعني جي الراجل مستوى كورة جي اشتغل عارف امكانات كل اللعب عارف امكانيات متطلبات الفرقة وكل اللعب ستايله ايه ورتمه ايه في الماتشات ابتدى الموسم الرتمي أعلى ماتشة عن ماتشة كابتن اسلام وابتدى كمان حتى يوصل لهم هو عايز ايه وفكر تدريب بتاعه ايه لغات لما وصل لأعلى ليفل اللي هو خد خمس بطولات السنة دي وكمان ماتش بتاع ساندونز للأهل يخصر فيه خمسة ده كانت نقطة التحول نقطة التحول نقطة التحول لمستر كولر نقطة التحول للعيبة نقطة التحول للنادي كله اللي هو لا النادي بقى يركز النادي حس لا اللي فيه حاجة خطر فبدأ اللعبة تركز ومستر كولر يركز خد بطولة أفريقيا اللي هي أهم بطولة بالنسبة لنادي الأهل وجماهيره وتخبطوا الدور بقى أنه سنتين مخد نهاش بقى أنه سنتين مخد نهاش فالنادي الأهل السنة دي بصراحة يعني يعني اللعبة كلها والجهاز الفني وكل الناس اشتغلت على قلب الرجل الواحد طبعا ده النجاح ده بيبقى جاي نتيجة القط الليبس نتيجة الشغل الكتير نتيجة اللعبة كلها بقت بروفاشنال اللعبة كلها بقت تذاكر ميستر كورر بقى يوصل معلومة اللعبة بقت تنفذ التعليمات وصل الأعلى مرحلة اللي هو خمس بطولات دخالهم خدهم فده بالنسبة لي موسم استثنائي بالنسبة لنادي الأهلي أنا برضه عايز أقول حاجة حابة الإسلام ماتش بتاع الأهلي وبيراميز اللي الأهلي خسر فيه تلاتة الناس كلها يعني قاتل الأهلي خسر أنا شايف الأهلي خسر تلاتة بس كسب حاجة كتير جد كسب اللي مثل كورر يشوف اللعيب اللي عنده عنده خمس وعشر لعيب فلازم يشوف اللعيب اللي عنده اللي هتكمل معه الخمس ست بطولات الجايين نادل قال على فكرة عنده تارجل تاني خالص سنة الجاية عايز برضه ينافس على البطولات وحافظ على البطولات ويخش بقى والنهاردة في كلمة الكابت الخطيب في المؤتمر قال هذا الكلام قال يعني احنا خدنا ولكن ده خدنا عملنا موسم تاريخي وكل عجرة كان أصبح من التاريخ كالعادة يعني بالزبط فده حاجة جامدة جدا اللي هو السنة الجاية عايز بحافظ على نفس البطولات وفي حاجة كمان أهم بقى احنا في كاس العالم احنا بقى كذا فترة بناخد تالت احنا عايزين بقى نوصل لنقطة ان شاء الله ناخد البطولة أو نوصل نهائي دي الخطة بتاعتنا الفترة الجاية ان شاء الله عشان كده تلاقي نادي الأهلي لازم يبقى عنده خمسة وعشرين لعيب تلاتين لعيب على أعلى مستوى فانت لما تيجي تجرب باللعيبة دي على أعلى مستوى كابتان إسلام سنتجربها مع نادي بنفسك بنفسك أول وتاني فتشوف اللعيبة اللي ما بتلعبش بقى لفترة وتشوفها مع فرقة بتنفسك وبتشوف المستوى بتاع اللعيبة انا شايف لده حاجة مميزة جدا اللي انت اه خسرت الماتش بس كسبت حاجة كتير جدا عرفت إزاي عيوبك وميزاتك وعرفت إزاي إنت احتاجاتك سنة جاية هتتعملها إزاي فانا شايف اللي الماتش احنا خسرنا نتيجة بس كسبنا حاجة كتير جدا جدا لسنة قدام أو سنتين قدام